روح القسام عنوان خاطرة للكاتب الصاعد محمد بن رمضان ابن بلدية الكاف الأحمر بولاية البيض يعبر فيها عن مدى قوة الشعب الفلسطيني الأبي وتمسكهم بالجهاد رفقة كتائب القسام صغارا وكبارا كواجب ديني نصرة للمسجد الأقصى سعيد عثماني زار الكاتب وعاد لنا بالتالي كتبت هذه الخاطرة بعنوان روح القسام تكون نوعا من الجهاد بالقلم والبيع فأقول فيها حمل ذلك الطفل الصغير حجرا في يديه ورماه في وجه قوات الاحتلال فأدمى منهم واحدا فأعاد الكرة فأدمى اثنان فنظر إلى يديه الصغيرتين وهما ترتعشان وعلم أنه المقاتل بقوة الإنسان فذهب إلى أمه راكضا وعيناه تنمعان فقالت له تلك هي قوة الروح الدينية التي جعلها لك الإسلام فأخذت بيده إلى شيخ القرية ليعلمه الإيمان فأجلسه جلسة الغلمان وعلمه أنه لا إله إلا الله الواحد الديان وأن محمد رسوله العدنان وأن الرجال إذا سلوا سيف سلوه لأجلها وإذا أغمدوه أغمدوه لأجلها وعلمه أن الموت أسعد الجانبين وأرحبهما وأننا لسنا على غارة نغيرها بل على نفوس نغيرها وأن اليهود هم عباد الشيطان هدموا لنا البنيان وقتلوا لنا النساء والصبيان فلنقاتلنهم كما قاتلهم صحابة الشجعان وأن الله أمرنا بالجهاد ووعدنا بنصر وأمداد فقال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فإن يستشهد الرجل منا فروح وريحان وجنة نعيم وإن ينفق الخنزير منهم فنزل من حميم وتصلية جحيم ويا بني إنه لجهاد نصر أو استشهاد كبر ذلك الطفل الصغير وتلث فلا يظهر منه إلا السلاح والعينان وصعد ليخطب بفصاحة وبيان فقال ألا إننا نحن كتائب القسام قد جئناكم لنرجمنكم يا أولياء الشيطان ولنرجمنكم ولنرجمنكم كما رجمكم الصحابة الشجعان وإن الألف منا تغلو بالألفان وإن تكن معكم الأمريكان فإن معنا الله خالق الأكوان وإلى المنافقين ومن أصابهم الخضنان عبتم مقاومتنا بأنها قليلة لكن الخير كذلك وبأنها مخالفة ولكن الحق كذلك وبأنها محيرة ولكن الحسن كذلك وبأنها كثيرة التكاليف ولكن الحرية كذلك رفع سلاحه وأطلق الرصاص في وجه قوات الاحتلال فقتل هذه المرة الألف والألفان سجد شاكرا لله وتذكر مقولة شيخه إنه لجهاد نصر وإمداد إنه لجهاد نصر أو استشهاد موسيقى